ماذا يمكنني أن أفعل كوالد أو والد لطفل لديه اضطراف فرض الحركة وتشتد الانتباه في ظل التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد؟ هناك عدة استراتيجيات أيضاً يمكن للوالدين القيام بها ومن ضمنها أيضاً جدولة أوقات متفرقة لترى إذا طفلك يحتاج المساعدة طبعاً لا ينبغي ولا ينصح أن يتواجد الآباء لصيقين بالطالب طوال الوقت هذا من شأنه أن يعيق اكتساب لمهارات جديدة بل ينبغي جدولة أوقات يزور الطالب في غرفته ليرى إذا كان يحتاج بعض المساعدة ربما لا يستطيع أن يتواصل مع المعلم التأكد من أنه يستطيع أن يتواصل مع المعلم بالطريقة المعتاد عليها والمتفق عليها بينهم وهكذا وخصوصاً الأطفال الذين لديهم اضطرار فرط الحركة وتشتت الانتباه لديهم ضعف المهارات التنفيذية ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه قد لا يستطيع أن يطلب المساعدة أو لا يمتلك الشجاعة ليطلب ذلك أو لا يستطيع أو لا يعلم كيفية طلب المساعدة فزيارة الوالدين بشكل دوري ومجدول لغرفة الطفل من شأنه تشجيع الطفل على طلب المساعدة أيضاً تأكد بأن طفلك يفهم كيفية طلب المساعدة فإذا كانت مثلاً هناك اجتماع مباشر مع المعلم تأكد من أن هناك آلية واضحة للتواصل مثلاً في بعض التطبيقات هناك إمكانية رفع اليد من قبل الطالب أو كتابة حوار بسيط في المكان المخصص للدردشة مع المعلم أو الطلبة وهكذا تأكد أيضاً من إعداد رضام مكافأة صغير لتشجع طفلك على طلب المساعدة من المعلم أو منك شخصية فهذا من شأنه أيضاً التشجيع وبالتالي إن شاء الله نجاح العملية التعليمية هناك أيضاً طريقة أو استراتيجية أخرى وهي البحث عن خيارات تعليمية داعمة للعملية التعليمية طبعاً هذا يتفاوت بين الأنظمة التعليمية مثلاً ربما تستطيع أن تناقش ذلك مع المديرة أو المعلم هل هناك إمكانية تسجيل حصص دراسية للعودة لها عند الضرورة وإعادة الاستماع إليها هذه الطريقة لها فائدة كبيرة طبعاً الآن مع قناة عين والمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم المادة العلمية مسجلة صوتية فهذا من شأنها تسهيل على الطالب بشكل كبير أيضاً الانضمام لمجموعات التواصل بين الآباء والأمهات لهؤلاء الطلب المصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وبالتالي يتم تبادل الخبرات لابد أيضاً محاولة البحث عن برامج لتحول النص إلى صوت عربي للأطفال وبالتالي يساعدهم على السمع للمادة العلمية وتكرارها أكثر وهذا مش أنا أيضاً المساعدة كثيراً هناك أيضاً نقطة هام ينبغي التنبه إليها وهي لابد من تحسين مهارات الطباعة السريعة على لوحة المفاتيح لأنه الآن لما يكون التعليم رقمي وعن بعد يتطلب أيضاً يحل الواجبات باستخدام لوحة المفاتيح والطباعة فلابد من تحسين أداء الطالب وبالتالي الإنجاز في حل الواجبات المدرسية الإنجاز من شأنها رفع ثقة الطالب بنفسه ورفع مستواه الأكاديمي هناك نقطة هامة أيضاً قد تساعد وهي ترتيب ملفات إلكترونية على سطح المكتب فلابد من مساعدة الطالب على تصنيف المجلدات تنظيمها على شكل ملفات مجلد رئيسي لكل مادة بداخلها السنة الدراسية مجلد الأسبوع الأول أسبوع الثاني لكل مادة وهكذا أيضاً لابد من إنشاء مجلد للصور مقاطع الفيديو أو أي اهتمامات أخرى مشتتة للطفل فهذا من شأنه أيضاً ترتيب أفكاره وأن يكون لديه روتين منظم